أحسن الله عليكم قال المؤلف رحمه الله فصل وَمَنْ بَاعَ أو وَهَبَ أو أَعْتَقَ عَبْدًا ثُمَّ أَقْرَّ بِهِ لِغَيْرِهِ لم يقبل ويغرمه للمقر له نعم للمقر به طيب يقول ثم أقر به لغيره لم يقبل يعني إنسان باع عبدا أو وهب عبدا أو أعتق عبدا ثم أقر به لغيره يعني أقر به يعني يقول أنا لا أملكه يملكه فلانا يغرمه للمقر به أو للمقر به يعني اللي قرر له به يغرمه إذن يعتق العب ويغرمه المال لصاحبي العب نعم أحسن الله عليكم